موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرة تانية والفيديو رقم اعتقد يا شباب 23 النهار ده معنا من 221 ل230 جهز قلمك معنا في اهم عشر اختيارات خلال شهر رمضان الكريم يلا بينا تركيز اوى شباب 221 بتقول The rapper was made الحرامي اكبر هي ميك ميك هنا مبني معلوم ولا مجهول مبني مجهول ايه فرق مستر بومي تعال اقولك I ميك هم بص الجميل بص الجميل ميك لما يجي مبني معلوم لما يجي مبني معلوم حط مفاعل ومصدر ميك هم بلاي ميك هم جو حط قدي ميك ومفاعل ومصدر لما تيجي تبني بصف يبقى he was made he was made وصلا ما يجي بصف he was made يلا بينا to play to play يبقى لو سمحت ميك لما يجي شكل بصف ياخد تو المصدر عارفين ليه؟ عشان بيسوي force بيسوي ايه؟ force يبقى يبقى I was made أو he was made أو he was forced to عشان كده the rapper was made to confess letter ايه؟ هل فكرت؟ with thought فكرت؟ with decide قررت؟ with promise وعدت الله؟ طيب الله ينفعوك معنا بس يحزر have you considered spending؟ الفعلي consider عايز i-n-g what about؟ thought about thought about خدوا بالكو decided to will مصدر decided to will مصدر اما promise to will مصدر يبقى لو سمحت انا اخترت الاول عشان ing والتانية يجوز بس مع think about خدوا بالكو consider spending letter a 223 the accident that took place yesterday الحدثة اللي حصلت مبارح on the main road resulted in a lot of أدت إلى خد بالك من result in معناها أدت إلى بتساوي let to بتساوي let to a lot of casualties letter a يعني خسائر او اصابات ودي كتعناها في اول unit عايز اقول نوطة قبل ما نسى take place معناها يحدث بتساوي happen بتساوي occur ولو سمحت take place ده فعلا لازم ما بيخدش مفعول به تمام خدوا بالكو ما يجيش بسر 24 one of the biggest limitations من القيود الكبيرة that he had to اللي كان لازم يقرها او يتغلب عليها in his old job في وظيفته القديمة with the instability of his working hours عدم الاستقرار في ساعات العمل يلا بينا بعنيه يتغلب على overcome letter a الفرق ده مهم او يا شباب 25 ايش بقولك العشرة جمال مهمين i regret واحدة واحدة بقى i regret انت تعلم ان لو اخدت المصدر معانيها يأسف يأسف بس مش ندم اه ده مش ندم ايه لكن لو سمحت ريجراتو ing ده ندم على شيء فات ندم على شيء فات i regret to tell you انا بأسف اقولك that your mother is ill انا ايسف اقولك كده هو ده خطري؟ هو انا بندم على شيء عملته او لا لا لكن ريجراتو ing ده الندم بقى عش كده i regret ايه there i wish i hadn't جن بان ده مني رحت الحفلة او رحت المصح او رحت السيمة ياريتني ما كنت عملت ده ياريتني ما رحت i regret going there خدوا بالكوا حبابي ان ريجراتو ing ندمة بتسوي ويش وماضي تان معايا شباب ويش ويه we passed perfect we passed perfect we passed perfect خدوا بالكوا من حتة زين تعا نشوف كده يا شباب متين ستة عشرين بتقول switch your camera if you don't want to be seen during the meeting حدا يكتف الكاميرا لو مش عايز تشاف من خلال الاجتماع يبقى switch off letter b معاناها يغلق او يقفل طبعا عكسها switch on يشغل يا شباب متين سبعة عشرين حبيبي تقلبي دي the sea is in this area انت تعلم ان الحال في اللغة الانجليزية ال adverb يصف verb الحال يصف فعل زي i walk slowly i move quickly i move quickly فالحال يصف فعل وممكن احبيبي الحال في اللغة الانجليزية يصف تصف تالي وممكن صفة وممكن صفة وممكن صفة دي اللي انا عايزها الحال يصف صفة ازاي زي بقول كده messi او مو صلاحة is the internationally famous internationally famous رصوص جميل هي internationally famous مشهور دوليا فين الحال internationally والصفة famous يبقى الحال ينطصف ايه صفة عشان كده the sea is quite clean نظيف الى حد المال بص 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 الحال والصفة طبعا quite معناه الى حد المال خلي بالك بتكتب q u i t e لكن التانية بالاي تي هادئ quite clean ادي الحال تصف صفة ليه مستوى ما حطيتش ايه ليه ما قلتش ا ا ا ا ا quite clean لان حبابي الصفة لما توقف لوحدها ما بتاخدش ايه او ا يعني انا ينفع قول a beautiful ينفع قول a clever لا بقول a beautiful girl a clever مثلا a beautiful girl او a clever boy فلو سمحت مفيش صفة هتوقف لوحدها تاخد ايه او an وعش كده انا letter b 228 ثاني صفة وحال صفة وحال 28 he seems the هو يبدو هي كلمة seem بمعنى يبدو يبدو عايزة صفة يبقى he seems angry طبعا واضح ان a و d غلط he seems angry يبدو غضبال بص 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 الفعل هو اللي بيصف الفعل حال يبقى الاولى صفة اهي جايه بعد seem والتانية حال يبقى he seems angry although he spoke quite letter b خدوا بانك اشاب المثال دويه يوضح لك تاني ان الصفة في اللغة انجليزية تعود على اسمه لكن الحال يعود على فعلة اساسي او صوتك فوق على صفة ميتين تسعة عشر طيب دي هنحفظه مع بعض دلوقتي ميتين تسعة عشر بتقول اي بي فار تي لما تشوف بي فار يفضل حطوا عباها ناو ناو اي انجي ناو ناو اي انجي ها وتو وناو ناو اي انجي حلو قولي اي بي فار تي تكافي اي بي فار بليينج تستاديينج لكن لو شفت في الامدحان ايد بي فار ايد بي فار اه ما انا شفت ايد بي فار ابستف دي بي فار يبقى انا عايز منك تول مصدر حفظها معايا حبايبي وراثر ذن وراثر ذن ومصدر وراثر ذن وايه؟ ومصدر قولي ايد راثر احفظ اللي اتنين دول بي فار اللي عايزة ناو ناو اي انجي وطو ناو ناو اي انجي والتانية ايد بي فار عايزة تول مصدر وراثر ذن ومصدر ميتين وثلاثين تمام اتسرق منها محفظتها وهي بتتسوق اتسرق منها محفظتها فكه في الوحدة الستة لما قلنا هافة وجت انا عايز هافة وجت وصمثنك والشيء وتصفيف تالت معنى ان حد تاني ام بالاكشن فكيموتاك اي هاف مي هيركت اي هاف مي كومبيوتر حد تاني يصلاح لي كومبيوتر يبقى هافة وجت خباكم انها السنة دي والشيء والتصفيف التالت معنى ان حد تاني ام بالاكشن يبقى الشيء ايوة هاد هير والت ستولن لترديه وتسرق منها محفظتها مستوامين انت ليه قلت هادة ما قلتش جتس ما انت قلت حدتك جتة وهاب بس هنا عشان ماضي انا حطيتها ماضي مش مضارع عشان يستردي صح يعني بتسرق منها محفظتها بس الجملة في الماضي مش مضارع احبايبي يبقى اقول هير والت ستولن تسرق منها محفظتها وصلنا لجملة ميتين وثلاثين بكرة على لقاء ان شاء الله اخر من ميتين وثلاثين لميتين واربعين الصداق في امان الله وحفظه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته موسيقى موسيقى موسيقى